بسم الله الرحمن الرحيم عزيزة الله كلية العلوم جامعة الملك خالد قسم الأحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتكلم في مقرر الحبليات الكورداتا وبنتكلم العرضة في الدوك فيش أو كلب السمك ونأخذ الجهاز الهضمي في البداية الجهاز الهضمي الديجيستف سيستم طبعا يفتح بفتحة تفم وتبقى فتحة تفم على النحاة البطنية وهي هلالية الشكل طبعا فتح الفم فيه فكين وتحتوي على عدة صفوف من الأسنان اللي هي منشأها منين من الحرشيف الدرعية يوجد لسان لكن لا يمكن إخرجه من خارج الفم عكس البيتروميزن لو كان لسان يخرج برا عشان هو أساسا لسان كان كاحت يوجد غدد مخاطية في التجويف البلعومي التجويف البلعومي موجود في الغدد المخاطية تسعر إفرازتها على مرور الطعام داخل القناة العضمية جدار البلعوم ده هتلاقي فيه خمسة أزواج من الفتحات الخيشومية المريء ضيق له جدار عضلي وبعد المريء على طول طبعا زي أي جاز عضمي فيه المعدة وليه عبره عنبوبة ملتوية تتكون من جزءين جزء فؤادي وجزء بوابي والجزء البوابي أطول وأرفع ويتصل طبعا بالإثنى عشر في الأمعاء الأمعاء الدقيقة تبدأ بالإثنى عشر زي ما قلنا وهو قصير وتصب فيه إفرازات الكبد وإفرازات البنكرياس عن طريق المجرى الكبد البنكرياسي أو هنا فيه طبعا فيه مجرى كبدي المجرى السفراوي وفيه مجرى بنكرياسي يالل إثنى عشر اللفائفي واللفائفي هنا قصير ويحتوي على الصمام اللولابي أو الصمام الحلزوني زي اللي موجود في البترومايزو ليه فائدة الصمام طبعا زي ما قلنا سبايرل فالف سبايرل فالف ليه موجود ده طبعا طبعا عشان الطعام يفضل فيه فترة أطول ويتحرك جواه فيتعرض لعملية هضم يبقى فيه عندك زيادة سطح الهضم وزيادة فترة الامتصاص بعد كده هيبقى فيه العماء الغليزة اللي يعبرها عن مستقيم ويفتح بعد كده فيه المزرك أو الكلواكا وإحنا قلنا الفرق ما بين الإينس والكلواكا إن الإينس هي فتحت انتهاء للجهاز الهضمي فقط لكن الكرواكا فتحت نهاية الجهاز الهضمي مع جهاز البوري مع جهاز التناسولي يتصل بالمستقيم زي إذا تشبه الأسبوع تسمى غدة الإيه المستقيم ويتميز طبعا الدج فيش وتعمل على إيه فيدتها مهمة جدا وتنظيم نسبة الأملاح في الجسم بتاع الشكل اللي بوضح لك الجهاز العظمي يفتح فتحة الفم اللي هي هللية الشكل قلنا وفيه التصال ما بينها ومن فتحة الأي الأنف الموجودة عن نحاة البطنية بمنزاب فم أنفي طيب بعد كده فيه البلعوم طبعا فيه التجريف الفمي وبعدين البلعوم هتلاقي بعد كده إيه الجزء الداخلي يفتح فيه الولاسباريك البرضو في المنطقة الموجودة دي وبعد كده فيه إيه الخمس فتحات خيش ومية بعد البلعوم على طول بقى في إيه في المريء المريء على طول يفتح فين يفتح فيه المعدة والمعدة هنا أبارا عن جزء إيه جزء كده هو سغير وجزء الثاني أو الجزء ده بالشكل ده كده هو سوف نفتحها بس كده شوية جزء إيه رفايع كيها الجزء ده المعدة اللي كبير وجزء رفايع ده اللي هو ده الفؤادي وده البوابي حوالين حوالين المعدة معظم الجزء البوابي وجزء من الفؤادي ده هتلاقي فيه اسبلي هتلاقي انه وط حالihi أهو جزء ده يبقى ده ايه الكاردياك بورش جزء الفؤاد وده البايلوريك بورشان الاثنين دول اللي هم الاستومك او المعد طيب بعد المعد على طول هايبقى فيه جزء صغير خالص اللي هو الديودينام او الاسنا عشر بقى جزء صغير بيفتح ايه بيستقبل العصارة من الكبد اللي متخزينه في الحواصلة الصفرية للجول بلادر يبقى عندي الكبد عبارة عن فصين جزءين كبارة الايسر والايمن هيبقى فيه هنا ايه الجول بلادر حواصلة الصفرية بتخزن وحواصلة الصفرية اللي بتفرز الكبد وتتصبع على طول بوسطة ايه المجرة الصفرية او البايل داكت طيب بعد كده هتلاقي فيه بعد الاسنا عشر هتلاقي فيه ايه هتلاقي فيه الاليام او اللي فاقفه هو قصير مفروض يبقى طويل فعشان يستعيد بالقصره دا بقى فيه اللي هو الصمام الحلزوني سبيرل فالب اللي هو الموجود جزء دا كده جزء جواه كده هتلاقي جزء عامل كده دا برضو طبعا الجزء دا علشان يلفك فيه الطعام يبقى زياد السطح والامتصاص بعد الامعاء الجزء اللي هو اللفائفي هيبقى فيه الامعاء الغاليزة وممثلة بالمستقيم بيميزها انه فيه الغدة المستقيمية زيو انه بتنظم الاملاح في الجسم بعد المستقيم على طول هيبقى فيه الكولواكا اللي هي المزرق وده هيبقى فيه فتحة المزرق تفتح للخارج هيبقى فيه فتحة الجهاز البولي ويتناسولي عشان كده قلنا عليه المزرق وقلناش عليه الاناص اللي ميز كمان موجود ان البانكرياس البانكرياس اصبح جزء لحاله كده مستقل ممكن انت تقدر ايه انت تمسكه بالملقط وانت بتشرح الجهاز الدوكو بيش هيبقى عبارة عن جزء اين جزء بطني اللي هو الفص دا الصغير والفص والجزء الامامي او الظهري اللي هو شكل حرف الايه الواي طيب الاتنين دول مع بعض يطلع منهم قناة بتفتح في الاثنى عشر اسمها ايه المجرى البنكرياسي بنعان المجرى بنكرياسي مستقل عن المجرى الصفراوي ده باختصار الجهاز العظمي في الدوكفش مرحقات الجهاز العظمي زي ما شفنا الكبد والبنكرياس واطحاء الكبد يتكون من فصين توجد حواصلة الصفراوية فين في الفص الايصر تفتح بمجرى صفراوي في الاثنى عشر البنكرياس فالصين برضو في البطن والظهر وظهر الاطور وشكل حرف الواي تفتح بالقناة ال ايه البنكرياسية في الاثنى عشر الطحال غدة غير هاضمة تتصل بحافة جزء ال ايه الفؤادي والبوابي للمعدة معظمها على جزء ال ايه البوابي وجزء صغير على جزء ال ايه الفؤادي ده باختصار شكل ال ايه الجهاز الهضمي في الدوك فش الجهاز التنفسي في ال ايه الدوك فش ويوجد على جانبي البلعوم خمسة فتحات خيشمية بعدد الخيشم هنا خمسة تؤدي الى الجيوب ال ايه الخيشمية وتفتح للخارج بفتحات خيشمية يوجد اربعة خيشي مكاملة تسمى هولو برانش وهي عبارة عن نصفين علوي وصفلي وعلى كل جانب الجزء اللي بقى فيه تفرعات المجرب سموه الهيمي برانش فهو عنده هيمي برانش هنا وهنا ما برانش هنا شيبقى هو اسمه هولو برانش مباره عن صفائح خيشمية طيب لكن خيشم الخمس الموجود ده يسمى نصف خيشوم لماذا ليه؟ لأنه ما عندهوش بس غير ايه غير اللي هو الاولانده اهى غير اااااااااااااااااااااااااااااا�عم صافيحة خيشمية من جانب واحد فقط اصبع ده اسمه نصف خيشوم او الايه اللي هو هيمي برانش لكن يبيقى عنده من 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 هنا ومن هنا يعني وجزء ده كده وهنا تفرعات كده بالشكل ده كده وكذا يبدأ على طول هولو برانش حيشوم كامل لك لو كذا هتلاقي مثلا كذا تفرعات موجودة بس بشكل ده وصفائح الخيشومية موجودة كذا يبدأ اسمه نصف خيشوم أو الهيمي برانش يبدأ هيمي برانش وده هولو برانش أربعة هولو برانش وواحد خامس ببقى هيمي برانش بعد الخامس بقى هتلاقي فيه ايه هتلاقي فيه المتنفس أو السبايريك اللي هو عبارة عن خيشوم كاذب السيدو برانش اللي هو خيشوم كاذب لان هو تحور وبقى فتح خيشومية بس اللي مرور المياه الزائدة في الفم ده بالشكل ده هولو برانش خيشوم كامل لينا في صفحة خيشومية فوق وصفحة خيشومية ايه اللي اعلى والاسفل لبقى ده نصف ده اسمه برانش ونصف ده هيمو برانش بل يتم مع بعض اسمه هولو برانش طبعا فيه الجيل ري الأشعة في الخيشومية وتنتقى طبعا في السنة الخارجية وطبعا فيه القوس الخيشومي اللي بقى فيه من نحية الخلفية الأسنان الخيشومية وبكده بقى اكتمل تكوين ايه او بناء الخيشوم الكامل وفيه طبعا فيه دمو الخيشومي صادر وخيشومي وارد للخيشوم عشان يعمل عملية تبادل الغازات ميكانيكيت التنفس عند التنفس يفتح الفم طبعا ويتسع البلعوم الليل فتدخل المياه وتنقبض عضلات المريه عشان ما تدخلش جوء المياه في القرينة النظمية تمنع مرور الماء للمعدة وتفتح الفتحات الخيشومية تكون الفتحات الخيشومية فيها ايه مقفلة في الحالة دي عشان المياه تفضل فيه البلعوم بعد كده يقفل الفم وتنقبض البلعوم وتفتح الفتحات الخيشومية الداخلية فندفع الماء الى الجوء الخيشومية ويمر على الصفائح الخيشومية اللي فيها الأوعية الدموية وبالتالي يحصل تبادل الغازات وتخرج الماء عن طريق الفتحات الخيشومية الخارجية ولا يقوم المتنفس بأي دور في عملية التنفس لكنه قلنا ان هو ايه بيقوم بعملية ايه التخلص من الماء الموجود هنا طيب بعض الاسماك الغضروفية المسطاحة الى القوابع التي تقضي معظم عمرها في قاع البحر وفامها دايما موجود وموجود على نحال البطنية فدايما مقفول مغلق يقوم المتنفس بما يقوم به الفم يعني بيد بيسمح بالخول المية للبلعوم عن طريق المتنفس دفين الاسماك الغضروفية المسطاحة او القوابع الموجودة اللي دايما بتبقى ايه دايما موجودة في قاع البحر فبدل من الفم بتاعها ببقى في التربة وملامس للأرض فالخيشوم ده والمتنفس ده هو اللي بقوم بعملية الفم يدخل المية داخل تجويف البلعوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة